في فضيحة مدوية قد تطيح آمال التيار اليمني للوصول إلى كرسي الرئاسة كشفت صحيفة كانار أنشيني الفرنسية فضيحة مالية لأقرب المنافسين للرئاسة الفرنسية فرانسوا فيون مضيحة أنه كان يدفع إلى زوجته بينالوب فيون أجرة شهرية من المال العام طوال ثماني سنوات باعتبارها موظفة في البرلمان من دون أن تؤدي أي مهمة ويتمي فيون إلى رؤية الخط الدوغولي الميتيراني للديبلوماسية الفرنسية وأولويته تأكيد استقلال السياسة الخارجية الفرنسية بدلا من إظهار تضامن يصل إلى حدود التبعية للولايات المتحدة أما موقفه من الصراع العربي الإسرائيلي الفلسطيني فيسير في الاتجاه المعاكس تماما لمؤيد إسرائيل وهو يطرح دائما التساؤل الآتي هل يمكننا إطفاء كل هذه الحرائق المندلعة من دون تحقيق تقدم في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية؟ لا فهذا الصراع يبقى هو سبب الأم لكل الأحباطات ومبعث كل أشكال التصعيد والتوتر